أهلا بكم كعدته كل أسبوع وخلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان رحب قداسته بجموع الحاضرين من كل أرجاء العالم وخاصة الناطقين باللغة العربية القادمين من الشرق الأوسط وقال يصر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية بعدها سيمنح قداست البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم ساتل الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس أيها الإخوة والأخوات الأعزاء نتابع رحلتنا مع كتاب أعمال الرسل بعد المحن التي عاشها في فليبي وتسالونيكي وبيريا وصل بولوس إلى أتنا قلب اليونان هذه المدينة التي كانت تعيش في ظل الأمجاد القديمة بالرغم من الانحلال السياسي كانت لا تزال تحافظ على أولوية الثقافة هنا ثار ثائر بولوس إذ رأى المدينة تملأها الأصنام لكن هذا الاستضامة مع الوثنية لم يجعله يهرب بل دفعه ليخلق جسرا من أجل الحوار مع تلك الثقافة اختار بولوس أن يدخل في ألفة مع المدينة وبدأ هكذا يتردد إلى الأماكن ويلتقي بالأشخاص المهمين ذهب إلى المجمع رمز حياة الإيمان ذهب إلى الساحة علامة الحياة المدنية وذهب إلى الأريوباكوس رمز الحياة السياسية والثقافية لم ينظر بولوس إلى مدينة أثنى والعالم الوثني بعداوة وإنما بواسطة أعين الإيمان وهذا الأمر يجعلنا نتساءل حول أسلوبنا في النظر إلى مدننا هل نراقبها بغير مبالات أو بازدراء أم بواسطة الإيمان الذي يرى أبناء الله وسط الجموع المجهولة الهوية لقد اختار بولوس النظرة التي تدفعه لكي يفتح معبرا بين الإنجيل والعالم الوثني وحقق نموذجاً رائعاً لانثقاف رسالة الإيمان أيها الإخوة والأخوات الأعزاء لنطلب نحن اليوم أيضاً من الروح القدس أن يعلمنا أن نبنى جثوراً مع الثقافة ومع الذي لا يؤمن ومع من يملك إيماناً مختلفاً عننا حسابون التجاه الدولة والباني a tutti i pellegrini di lingua araba, particolari a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, davanti alle tante sofferenze del nostro tempo, chiediamo al Signore di fare di noi dei costruttori di ponti e di aprire i nostri cuori alle necessità dei bisognosi, degli difesi, dei poveri, dei disoccupati e di chi bussa alla nostra porta in cerca di pane, di un rifugio e del riconoscimento della sua dignità. Il Signore vi benedica. Grazie a tutti.